وفي محافظة المينيا شهدت قرية دلجة تبادلا لإطلاق النار بين أجهزة الأمن وبعض المتهمين المتورطين في أحداث الشغبة التي شهدتها القرية في الفترة الأخيرة وذلك أثناء القبض عليهم تنفيذا لقرارات الضبط والإحضار الصادرة ضدهم من النيابة العامة الصرحة مصدر أمني بأنه تم ضبط محمد سيد عمر طبيب بيطري ينتمي لتنظيم جماعة الإخوان داخل منزله الليلة الماضية وبحوزته مبلغ وقدره 530 ألف جنيه مصري إضافة إلى ألفين ريال سعودي وهو من بين المتهمين صدر ضدهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة وعددهم 115 متهما كما تمكنت قوات الأمن من إعادة قطيين مختطفين من القرية ومزال البحث جاريا لضبط وتحديد الجناء هذا وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المستمرة بتمشيط قرية دلجة لضبط المتهمين بحرق الكنائس والتحريد على العنف ضد الأقباط